أطلقت القبس الدولي عام 1985 وش كانت فكرة القبس الدولي؟ نحن كان توزيعنا محدود في الغرب يعني في شمال أفريقيا وفي أوروبا وفي جاليات عربية كبيرة في أوروبا وفي شعوب عربية كل هذه فالقبس الدولي كانت هي منبر إلى القراء العرب ما كانت يعني إحنا القبس المحلي كانت شبه محلية وأن كان فيها أخبار عربية ومساحات كبيرة فقررنا إنشاء القبس الدولي وإنشئت قد القبس الدولي في مايو 1985 صدرنا في لندن ومرسيليا وباريس طبعنا وبعدين طبعنا في فرانكفورت وكنا نوزع في شمال أفريقيا وفي غرب أوروبا توزيعكم في العالم العربي كيف كان؟ شوف في فترة من الفترات وصلت طباعتنا إلى أكثر من 100 ألف نسخة القبس المحلي حوالي 90 ألف كنا نوزع بالسعودية في حدود 30 ألف في العراق كنا نوزع 20 ألف في الكويت كنا نوزع 40 ألف باجي المنطقة القبس الدولي كنا نوزع في ليبيا والمغرب وتونس والجزائر حوالي 15 ألف نسخة أثمان العمير بالشرق الأوسط قال إذا في خطر على الشرق الأوسط وهو موجود بسبب القبس في أوروبا كنا نوزع حوالي 6000 أو 7000 نسخة بين لندن وباريس وغرب أوروبا وكانت منتشرة وكانت ممكن تستمر وتصل إلى أعداد أكثر من ذلك لو للإشتياح العراقي متى كان يرتفع توزيعكم؟ القبس الدولي ما كان في أيام معينة القبس المحلي كان يرتفع توزيعنا بالذات يوم الخميس هي قضايا القبس استراتيجية كان ملحق كان في بعض الدول في السعودية كانوا يأخذون الملحق ويخلون الجريدة والفكرة الملحق وشيء؟ قضايا استراتيجية وكتاب يعني مثل باتريك سيل مثل فؤاد زكريا كان في خلدون النقيب له وكانت قضايا ساخنة مراسليننا ومكاتبنا كانت تشتغل على هذا العدد شغل رهيب كان يعني ملحق مميز